بعيداً عن الإجراءات الإدارية المعقدة، يغادر أفراد الجالية الوطنة وفق برنامج يضمن التكفل الحسن بهم، لا سيما وأن العودة هذه السنة تتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقرراتي في السابع سبتمبر المقبل. حقيقةً أن عودة الجالية الجزائرية هذه الصائفة مقارنة بالسنوات الماضية ربما شهدت لاستذناء بحكم التزامن مع المناسبة سياسية مهمة وهي محطة سياسية للجزائر المتمثلة في الانتخابات الرئاسية حيث جالية ربما وجدت نفسها بروتوكولات إدارية، بروتوكولات تظاهرات وغير ذلك. ربما لم تؤثر بشكل كبير على ربما هذا البرامج. من رغم من التحسن الملحوظ في الخدمات المقدمة للجالية إلى أن الأسعار تحتاج إلى مراجعة وهو ما دفع ممثليهم إلى اقتراح تسقيفها. أتمنى من الدول الجزائرية أن تقوم بربما اقتراح قانوني لتسقيف هذه الأمور حتى لا تبقى بين آياد منتهزين ينتهزون الفرص ويتعاملون وكأنهم ليسوا فوق يعني وكأنهم لا يوجد قانون. ولأن الجالية الجزائرية في صلب اهتمام الرئيس تشتهد السلطات في توفير أحسن الظروف لربط أبناء الجالية بوطنهم الأم.